إذن القرآن شيعي القرآن علوي فاطمي القرآن حسني حسيني القرآن باقري صادقي القرآن من العترة ومن أئمة العترة هذا هو الثابت والباقي عبارة عن أكاذيب وتدليس مفاخر مزيفة تسجل لهذا ولذاك أكاذيب في أكاذيب هذا هو الدين هذه الحقيقة هذا هو الواقع عندنا وصية قرآن وعترة العترة مصدر تشريع ما يقوله العترة حج علينا وعلى الجميع وعلى الجميع إن قالوا هذا هو القرآن فأخذنا به إن قالوا هذا ليس القرآن ولكنه حج ومنجز ومعذر فأخذنا به تذهب أمام الله سبحانه وتعالى تقول أنا اتبعت هذا القرآن لماذا اتبعت هذا القرآن تقول لأني اتبعت العترة لماذا اتبعت العترة تقول لأن النبي أوصى بالعترة فأوصى بالقرآن والعترة وليس عندي مصدر تشريع آخر وقد توفع النبي فأنا أتبع العترة أتبع وصية النبي فتكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى إن أديت العمل وتبين بهذا العمل الفعل الواجب المستحاب العبادة تبين خطأ هذا العمل أنت معذور هذه معذرية لأنك اتبعت الطريق الصحيح اتبعت العترة والعترة قالت اتبع هذا القرآن لكن إن قلت الآن قلت لا يوجد قرآن قرآن محرف والقرآن لا يثبت ويوجد قول فلان وقول علان وهذا الصحابي كذا وهذه القضية معطلة وهذا القرآن جمع عثمان وذاك جمع أبو بكر وقلت أنا لا أخذ به وأن تتركت هذا ففي يوم القيامة وتذهب بين يدي الله ويتبين بأن الحكم الصحيح الحكم الصحيح هو الحكم الموجود في هذا القرآن الحكم الصحيح هو الحكم الذي أشار إليه العترة في هذا القرآن هل تكون معذورا أمام الله لا إذن هذا سيكون منجزا ومنجزا عليك وتعاقب لتركيك الحكم هذا هو التنجيز والتعذير في القرآن هذا هو التنجيز والتعذير في القرآن فما نص عليه العترة وما ثبت عن العترة هو حج علينا وعلى الجميع هو حجة إذن هو منجز ومعذر ينجز علينا الحكم الشرعي فيجب علينا الامتثال وإلا سنعاقد وسينزل علينا العذاب والعقاب وإن كان منجز ومعذر وتبين بأنه يوجد تعريف يوجد خطأ في القرآن يوجد فهم في القرآن يوجد خطأ في الرواية فهنا عندما يحتج علينا في الحساب نقول يا ربنا هذا الذي سلكنا في طريق العترة فيقول إذن أنتم معذورون بالرغم من أننا لم ندرك الواقع نكون من المعذورين أمام الله سبحانه وتعالى فالعترة العترة 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 وهي الحجة وهي المنشي في الدنيا والآخرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر